مساء الخير أتمنى تكونوا بقى الفخير وصحة وسعيدة السلطة اللي هقدمها لكم النهاردة بجد من أطعم السلطات اللي ممكن تجربوها في حياتكم أمان تعد وجد كاملة بالنسبة للناس الرياضيين أو مرضى السكر أو مقاومة الأنسلين شفاهم الله وعفاهم وكل مريض يرى الناس المتبعة نظام غذاء صحي أو بيعملوا ضايت السلطة دي أكيد ليكم أوه وتفوتوها النهاردة عن حدر سوى سلطة دي العدس بس اللي ما نبدأ لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي بسمة أتمنى تشتركوا في القناة ولايك وشير لو أعجبكم الفيديو والمئدير أكيد هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوضع ودلوقتي يلا على طول نبدأ مع بعض أنا استخدمت في السلطة دي كباية من العدس الأسود هو العدس البني اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت نفس العدس اللي احنا بنستخدمه للكشري أنا استخدمت كباية واحدة طبعا الناس اللي هتحتاج كمية أكبر من السلطة دي تقدروا اضعفوا المئدير حلق أنا ضفت هنا ميا وضفت عليها نص معلقة من الفيمون والملح يعني رشة من الملح كده خفيفة معيها حقلبهم كويس جدا وبعدها هضيف عليهم العدس اللي أنا غسلته كويس جدا هرفعها على النار وأول ما تبتدي تغلي هتبتدي تطلعلي زي الريمي اللي انتوا شايفينه ده طبعا هشيله لحد ما المياه عندي تبقى كلير ونضيفه تماما هبتدي دلوقتي بتقطيع البصل طبعا كل الخضور اللي هستخدمه في السلطة دي هيتقطع مكعبات صغيرة جدا زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي قدامكم أنا هنا في بولة ضفت معلقة من البهور الحلو أو الكبابة الصيني وكمان فلفل أصمر وضفت عليها البصل وهبتدي ان انا مهلبهم كويس جدا مع بعض مية البصل بقى تنزل مع البهورات هتختلط معيها وهيبني طعمها رهيب هسيبهم طبعا على جنب انتوا عارفين انا في السلطات بحب دايما أستخدم البصل الأغدر بس الحقيقة هو ما كانش متوفر عندي لو عندكم تقدروا كمان تقطعوا مع البصل العادي عود من البصل الأغدر هبتدي ان انا قطع الفلفل الألواني برضو تقطعات صغيرة كده أنا استخدمت فلفل رومي أورنج وأصفر داللي كان متوفر عندي لو عندكم طبعا أغدر أو أحمر كمان تقدروا تستخدمون الفيور كمان قطعته صغير كده واستخدمت هنا طماطمتين كمان حطاهم بالطريقة دي تعرفين ان انا عندي زرعة نعناع ان انا عارف رشي أخذ منه تقريبا 15 ورقة حاجة زي كده هو صغير بلدي وحبتدي ان انا أقطعه برضو تقطعاته فيع بالسكينة زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى ان انا أحضر للصص انا هنا استخدمت ربع كبية من زيت الزتون هضيف عليها معلقة صغيرة من الخل الأبيض ومعلقة صغيرة من البلساميك فينيجر او خل البلساميك لو مش متوفر استخدموا معلقتين صغيرين من الخل الأبيض ضفت كمان 3 معلقة من دبس الرمون وهضيف كمان معلقة صغيرة من دبس التمر لو مش متوفر تقدروا تستغنوا عنه الناس اللي عامل ضايد او مرضى السكر او مرضى مقاومة الأنسولين تقدروا اكيد تستغنوا عن دبس التمر اضيف كمان اللمون وحضيف التوابل والتوابل عبارة عن معلقة كبيرة من السماء ملح وفلف الأصمر وكمون اللي بوم كويس جدا مع بعض دلوقتي البصل بتاعي خلاص نزل ميته واختلط كويس جدا مع الكبابة الصيني او البهارات او البهار الحلو الخضار بتاعي اصبح كله جاهز ضفته في بولة كبيرة عشان عرف اضيف باقي الإضافات براحتي هضيف عليه البصل ريحته رهيبة وطعم خطير هضيف طبعا العدس بتاعي عليه والعدس اخد مني ساعتين ونصف على نور متوسطة علشان يستوي كويس بعدها هضيف الرمان واحقلبهم كويس جدا انا فرمتي كمان كريبا اقل من ربع حزمة بقدونس واقل من ربع حزمة كزبرة واخلطتهم مع نانع وفرمتهم طبعا ناعم جدا وحبتلجي اننا اضيفهم على الصلطة بتاعتي واقلبهم كويس جدا مع بعض هقلبهم كويس بالطريقة دي لحد ما يختلطوا كويس جدا مع بعض واخر خطوة طبعا هاملها ان انا هضيف الصوس اللي انا حضرت هيخذ الصوس كله وهطيفه وهبتدي اننا قلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين دلوقتي قدمتهم في طبق التقديم بالطريقة اللي انتوا شايفينها عايزيكم تشوفوا جمال الصلطة والوانها في منتهى الروعة يا جماعة بجد ما تفوتوهيش لازم تجربوها الناس اللي ملحش تقول عن الصلطة او متحبش الصلطة اوي الاطفال الصغيرين تقدروا تعملونهم الصلطة دي بديل عن الصلطة الخضرة العادية بجد طعمها رائع مشبعة طبعا الصلطة دي هاي بروتين فيها نسبة عالية جدا من البروتين لو عجبتكم الصلطة دي بعد ما تجربوها اكيد وان شاء الله تعجبكم ما تنسوش تسيبولي رأيكم في الكومنس ولو عجبكم الفيديو شطولي لايك واللي لسه مشتركش في القناة زي الحالة دلوقتي اشترك انا بشكركم جدا على حسن المتابعة اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وانتم بقى الفقير وباي باي اشتركوا في القناة